بعد طول غياب يجتمع قادة الفصائل الفلسطينية لبحث التحديات التي تواجه القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي يجتمع أصحاب الأرض والقضية ليقولوا الكلمة الفصل وليعلنوا اتفاقهم على تفعيل المقاومة الشعبية الشاملة ضد الاحتلال الصهيوني وتطوير هذه المقاومة مع تشكيل لجنة لقيادتها وأخرى لتقديم رؤية لإنهاء الانقسام الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان واضحا في كلمته بشأن التطبيع العربي مع الاحتلال وبشأن ادعاء المطبعين أنهم بفعلتهم هذه يحققون مصالح الشعب الفلسطيني عباس أكد أن الفلسطينيين لم يفوضوا أحدا للحديث باسمهم أو تحقيق مصالحهم إما أن تساعدني أو تجلس على الجانب أما أن تقول هذه قضيتي أنا أوقفت الضم أنا منعت كذا لا نحن الذين أوقفنا الضم ونحن نحن فقط شعبنا الذي أفشل صفقة العصر ولا أحد يحملنا جمائل أما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فقد أكد أن مشروع صفقة القرن بما يتضمنه من ضم للأراضي الفلسطينية وتطبيع للعلاقات العربية مع كيان الاحتلال ليس استطلاعا سياسيا أمريكيا صهيونيا وإنما هو إنزال خلف خطوط التاريخ والجغرافيا واستخفاف بتضحيات الشعب الفلسطيني ولذلك فإن مواجهة مخطط بهذا الحجم لا يكون بردات فعل صغيرة وإنما بخطوات كبيرة واثقة وأولى هذه الخطوات إنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والوحدة الوطنية حتى تكتمل وقرارنا أنه يجب أن ننجح هذه المرة في الإقلاع وفي إنهاء الانقسام وفي بناء موقف فلسطيني موحد لأن الموقف الفلسطيني الموحد هو الركن الأساس في مواجهة كل هذه المشاريع وبحسب محللينا فإن مخرجات اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية تحمل قواسم مشتركة عديدة ومساحات اتفاق قابلة للحياة والتنفيذ ولعل ما يسارع وتيرة ما يحاكل القضية من مخططات يدفع إلى تحقيق اختراق على صعيد المصالحة الفلسطينية طال انتظارها لتنسق المواقف وليمسك أصحاب الأرض من جديد بزمام المبادرة ترجمة نانسي قنقر